الوقت مشاهدين معد موجز الأهم الأخبار معدينة شكرا لك شازلي أثامنا صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي التنصيقية بالعاصمة الكينية نيروبية وخلال كلمة الرئيس السيسي في البند الخاص بدور ووكالة للتحاد الإفريقي الإنمائي النباد في تعزيز التكامل الإقليمي والقرية أكد الرئيس السيسي ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة التحديات التي تواجه الشعوب الإفريقية وتؤثر على قدرتها على الاستمرار في المصار التنموي الإفريقي كما أكد الرئيس السيسي أن مصر وضعت أمام عينها أهدافا محددة خلال رئاستها للنيباد مشيرا إلى أن التشاور مستمر مع دول إفريقية لتسريع أجندة التنمية الإفريقية 2063 وأضاف الرئيس السيسي أن مصر على أتم استعداد لتوفير الدعم اللازم لدول إفريقية في مصاريها التنموي عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اللقاء أن مع رئيس التنفيذي للهيئة العامة الإثثمار والمناطق الحرة حسام هيبة وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل الهيئة وخلال اللقاء استعرض رئيس الهيئة مستجدات منح الرخصة الذهبية للمشروعات التي تقدمت للحصول عليها والملفات الجاري دراستها حاليا مشيرا إلى إقبال عدد من المتثمرين على التقدم للحصول على الرخصة الذهبية وقعت تونس والاتحاد الأوروبي في قصي قرطاج مذكرة تفاهم لإرساء شراكة استراتيجية وشاملة في مجالات التنمية الاقتصادية والطاقات المتجددة ومكافحة الهجرة غير النظامية ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا بوندرلعين بالاتفاق الذي يهدف إلى الاتثمار في الازدهار المشترك ويشمل خمس مجالات من بينها قضايا الهجرة ورافق رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا والإيطالية جورجيا ميلوني المسؤولة الأوروبية في هذه الزيارة الثانية لهم إلى تونس ومن جانبها قالت ميلوني أن الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي يمكن اعتبارها نموذجا لإقامة علاقات جديدة مع شمال إفريقيا أعلنت الأمم المتحدة أن الاتفاق الذي توسطت فيه ويتيح تصدير الحبوب الأوكرانية بشكل آمن عبر البحر الأسود لم يتم تجديده حتى اليوم وأوضحت مصادر بالأمم المتحدة أن المنظمة الدولية في انتظار موقف الروسي من تجديد الاتفاق وهددت روسيا بالانسحاب من الاتفاق الذي انتهي سريانه اليوم قائل إن مطالبها بتحسين صادراتها من الحبوب والأسمدة لم يتم الوفاء بها يعقد اليوم مجلس الأمن الدولي جلسة حول الوضع في أوكرانيا وقال نائب المندوب الروسي لدى أمم المتحدة ديمتري بوليانسكي إن الغرب سيحاول تقديم عرض صاخب مناهد لروسيا خلال الجلسة ومن المقرر أيضا أن يعقد اقتماعا للجمعية العامة لأمم المتحدة حول القضية الأوكرانية غدا أثلاثاء أصدرت السلطات الأمريكية تحذيرات الناب بسبب ارتفاع الحرارة في أنحاء الولايات الغربية والجنوبية حيث تجاوزت درجات الحرارة مستويات قياسية وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من موجة حر واسعة النطاق وشديدة الوطأ في قسم كبير من غرب البلاد وجنوبها مع توقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في الأسبوع المقبل ما يزيد المخاطر الصحية على ملايين السكان وقالت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية أن الحرارة هي سبب الوفاة الرئيسية المرتبط بالتقس في الولايات المتحدة وأحدث الأمريكيين على أغذي هذه المخاطر على محمل الجد ورياضيا فاز الأهلي على مضيفه المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الرابعة وثلاثين من الدور الممتاز وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيد إلى 81 نقطة في صدارة جدول الترتيب بينما توقف رصيد المقاولون العرب عند 44 نقطة في المركز السابع اشتركوا في القناة أنهى نادي زمالك جامش وارو في بطولة الدور الممتاز بالتعادل مع ضيفه فاركو بهدفين لكل منهما ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر المصابقة تقدم زمالك بهدفين في الشوط الأول ثم نجح فاركو في العودة للقاء بقوة خلال الشوط الثاني وتمكن من إحراز هدفين التعادل منح كل فريق نقطة واحدة ليرتفع رصيد الزمالك إلى 60 نقطة وينهي الموسم في المركز الثالث بجدول الدوري كما ارتفع رصيد فاركو إلى 42 نقطة ليرتقي إلى المركز التاسع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة